أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سديدا اليوم معنا الأخ محمد فادي الحفار في حلقة تانية ورح اليوم شرحنا أفكاره بالتفصيل يعني كيف هو يؤمن بالقرآن وهو ملحد كيف طريقة تفسيره للقرآن رح نتناول المسائل هاي ورح أطرح عليه يعني بعض آيات قرآني هو يفسرها أنا بدي يعني مثل ما بقوله سوي كلير وجهة نظري يعني أوضحها لوجهة نظري أنا يعني أؤمن بأفكار السيدة محمد فادي حفار بس أنا يعني ضده في ربطها بالقرآن يعني أفكاره رائعة وإنسانية جدا وملحدة جدا ولكن الفرق بيني بينه أنه هو يربطها بالقرآن وأنا يعني لا أشجعه على ذلك يعني فخلونا نرحب بالأخ فادي أهلا وسهلا فيك أخي فادي أخي فادي قبل ما نجي على الهواء كنت عم تحكي لي حديثك مع السلفي ياريت بصراحة يعني أنا عجبني طرحك مع السلفي فممكن تشرح لنا إياه شو كان النقاش وكيف دار النقاش بينك بينه عامي حاكيني كان عن الموضوع أنك أنت كيف تكون قرآني وأنت مؤمن بنظرية التطور وأنه أنت أصلا قرد واستشهد علي بتالية من تاليات القرآن اللي هي وخلقنا الإنسان في أحسن تقويم قلت له طيب أنا شو طالع بيدي مع يعني شو كدي أعمل مع جاهل مثلك إذا أنت ما لك فهمان معنى كلمة إنسان أنا بالنسبة للي أنت كائن عنصري يعني أنت نفكر أنه أنت فقط الإنسان اللي خلقك الله بأحسن تقويم أنا بالنسبة للي الكلب إنسان والبقرة إنسان والقرد إنسان وكل هدول خلقوا الرب بأحسن تقويم ولا أنت ينفكر أنه الله خلقك أنت بأحسن تقويم وخلق باقي مخلوقاته بتقويم سيء قال لي شو عم تحكي قلت له لو فهمت معنى كلمة إنسان بالقرآن لعرفت أنه كل شي كائنات تأنس ببعضها هي إنسان لأنه كلمة الإنسان بالليسان تبعنا مثلنا إنسان إنس زائد إنس يساوي إنسان فالإنسان هو كل كائن يأنس مع وليفه أرجيني كائن لا يأنس أرجيني كائن وحيد على سطح الأرض طيب في كائنات وحيدة خلية يعني لا تتكاثر إلا ب هون أنا وقتا عم بحكي عن أرجيني كائن على سطح الأرض لا يأنس هذا مو معناته أنه كلياتنا إنسان لأنه في نوع تاني اللي هو ما دخل ضمن كائنة الإنس في عندك بهيمة الأنعام في عندك كذا هاي كائنات تانية لكن لكن الإنسان كل شي حيوانات على سطح الأرض عبارة عن زوج أو هذا الإنسان يأنسون ببعضهم فالإنس بالقرآن ما هي مختصة فيني يعني هذا الكلام اللي أنا وجهت له يا لألو تقول له أنت عملي أنت تؤمن أنه الإنسان أصله قرد تقول له لا مو بس الإنسان أصله قرد حبيبي أنا أؤمن بأن الإنسان قبل ما يكون قرد كان سمكة وقبل ما يكون سمكة كان فطريات كمان أنت لو تعرف القرآن مزبوط لا أريد الآية اللي بتقول الله أنبتكم من الأرض نباتة فهل تدرك بأنك من نباتات الأرض نعم أنت نبات بالأصل أنت كنت نبات وقبل أن تكون نبات أنت أيضا كنت من تحالب الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي تقول له نظرية التطور اللي أنت حضرتك عن ترفضها القرآن أنا بمنزولي لألو مصادق عليها فبهد طيب يعني هلأ أو جعلنا من الماء كل شيء حي يعني بصراحة بيكون فيه مي هلأ مثلا بالمريخ فيه مي بس أو مثلا فيه كواكب أخرى بيكون فيه مي بس المي فيه حالة جمال فكيف سيخلق من هذا الماء المتحجر الكائنات حية يعني الكائنات الحية موجودة حتى في المياه المتحجرة والمتجملة يعني حتى داخل يعني حتى في بعض الكائنات موجودة ضمن درجات حرارة عالية جدا المريخ حاليا يعتقد بوجود الكائنات الحية عليها أثبت يعني في بعض المتحجرات على شكل يعني وحيدة الخلية ولا بعض الحيوانات مثلا دقريبا لشكل الدوديات ولا الشريطيات موجودة طيب أنا وعدت للمشاهدين إنه بشأن التعليقات بصراحة يعني أنا ذاتي ما عم بعرف لأنه اليوتيوب مساوي كتير معقد للتعليقات إنه يكون باع الهواء مباشرة فأنا بعتذر للأصدقائنا وأنا راح حاول يعني أخي اسماعيل عنده فكرة كويسة راح أرجع أسأله لأنه عندي هون أنا ممكن أشرح كيف تدخل تسأل بس ما راح يطلع عندي هون للأسف يعني أنا يكون بالمستقبل مثلا اليوتيوب يحسن متداخل من المتداخلين يدخل برضو بالصوت علينا لا ما بعرف بمستقبل ما بعرف بالضبط بس نحن بالأسئلة ممكن أخي فادي رفي عندي من الحلقة السابقة يعني أنا وعدته إنه إنه أسألك أو حاكيك بموضوع على كل حد أقرأ لك التعليق كامل وإنت ترد هذا حق أكيد الأخ رشيد رشيد أثمول أثمول هيك أظن يعني لأنه مكتوب الإنجليزي فرشيد أثمول عم بيقول رجل مشوش أفكاره رجل مشوش أفكاره مشوشة لا يعرف عن الإلحاد إلا اسمهم يتفلسف من فراغ ويحاول أن يصنع من فكره شيئا مهما لكنه للأسف يسيء إلى الإلحاد وإلى الفكر الحر كيف لمن يفهم الإلحاد وحرية الفكر ثم لا يميز ما بين الدولة الدينية الإسلامية وبين حرية الشعب الفلسطيني المطلوب من أرضه والذي يدافع عن أملاكه وممتلكاته ووطنه وحريته كيف له أن لا يميز بين الدولة الدينية الإسلامية والدولة الدينية اليهودية الصهيونية هذا الرجل ليس ملحدا وإنما ربوبيا حائرا ما بين التدين الذي يميل إله من داخله وإنكار عقله للتدين لكنه لا يستطيع أن يتخذ موقفا حلقة مؤسفة ولا زدت في الدقيقة الأربعين هاي طبعا على الحلقة اللي سأتنا في الحلقة الماضية يعني أخي جون مداخلته فيها عدة نقاط ونقطة واحدة من بيناتها هو عم يحاول يأطر الإلحاد يعني عم يأطر الإلحاد وكأنه يحط له للإلحاد مفهوم هذا الشيء لازم نحكي فيه ما عليش خلينا ناخدها نقطة نقطة عم يقول دولة دينية يعني عم يحكي عن دولة دينية وحق الشعب الفلسطيني وما فهم الدولة دينية إسلامية ولا الدولة الدينية اليهودية يعني ما يحكي عن دولتين دينيتين مظبوط ولا لا؟ واضح من حكي عرضين حق الشعب الفلسطيني بشو بالأرض مثلا؟ إذا كان هو ملحد إنساني فهو أول الناس اللي لازم يحكي بموضوع إنه ما في شيء اسمه أرض لإلك وأرض لإلي هاي الأرض لإلنا كلا ياتنا وإذا كان عم يحكي من وجهة نظر تاريخية إنه الشعب الفلسطيني كان مستوطن بالأرض وهي هالأرض حقه وإجي اليهود أخدوها ولا باعتبار إنه قامت دولة دينية يهودية فمع الأسف ما قبل الدولة اليهودية الإسلام إجوا كمان أخدو هالدولة يعني الفلسطينيين إذا بدك تعتبرهم مسلمين أم هنن فعلا مسلمين ما أخفادي أظن الصوت شوي اختفى أتمنى أن يتصلح العطل بسرعة معنى أخي فادي يعني بصراحة أنا حكيت مع أخي فادي بها الموضوع هذا يعني إنه قل ضد الدولة الدينية عموماً يعني إن كان يهودية ولا إسلامية يعني بس بيشوف إنه إسرائيل في الحكم علماني يعني مثلا ما بتشوف إسرائيل يلاجع بدول أخرى وصدقوني أنا يعني ما رايد أدخل به الموضوع هذا لأنه موضوع شوي حساس وأنا بالنسبة إلي هو صراع ديني يعني صراع يهودي إسلامي متجزر بأعماق التاريخ يعني ما بدنا ندخل فيها لأن فيها حساسية كتير فنخلينا مع القرآن والقرآنيين ولنشوف الأفكار الحادية القرآنية بصراحة يعني أنا الأخ فادي أحترمه كتير ولكن في نقطة إنه أنا ضده في ربط الحادية بالقرآن يعني هو يفسر كل شيء ويجعل من القرآن شيء عظيم شيء كتير يعني ما بعرف يعني هو يحاول أنه يقنع الناس بقرآني حسب تفسيري حسب تقويلي وطبعا حاولوا كتير من الناس أنه يفسروا القرآن بشكل جيد يبساوه قرآن كيوت قرآن معاصر بس للأسف فشلوا يعني وأنا ما أعتقد يعني وحيكون في فرص للنجاح لأي شخص ممكن أنت معنا أخي فادي آه حبيبي فصل عندي ورجعت فتحت من الموبايل ما مشكلة فرد أخيك كمّل فكرتك و بعدين ندخل في موضوعنا دولي يعني أنه الدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية هي اللي أخذت من اليهود قطعتها الأرض اللي عم يختلفوا هلا عليها فالمفروض هو كملحي يؤمن أو علماني يؤمن بالحقوق الإنسان وكذا وهي ما يفكر هلا بموضوع لا دولة دينية ولا غيره لكن الدولة اللي اللي بتقدم حقوق إنسان أكتر أنا هلا كسوري وأنت كسوري يا جان لو قالوا لك حكم بشار الأسد ولا تدخل إسرائيل تاخد سوريا وتساويني أنا مواطن إسرائيلي ترضى بالجنسية الإسرائيلية ولا لا؟ بصراحة أنا برضاها أنا مو برضاها أنا بقول يا حي أنا بزجد بقول يا حي يالله دخيله الله يعني دولة عم تقدم لك حقوق إنسان مواطنة احترام بحيقلك أخي ليك ما عم تحترم الشعب الفلسطيني حقلك لا أخي هذا الكلام مو صحيح الشعب الفلسطيني اللي ما عم يحترم الدولة وتبدأك تجي أنت أنت فروض حالك اللي ما قاعد بدولة هوني دولة أوروبية أو الدولة اللي أنت فيها ويكون شرطة طالع بالشارع تمسك حجر وتقفوا عليه نحن تربينا على تربية خلص هدول كفار هدول أعداءنا هدول كذا ووطنيات ومغروش بأفكارنا ميت قصة وقصة لا لا أنا ما عم بخلط الدين بالدولة ولا عم بخلط حقوق حدا بحدا لكن إذا بنعطي كل إنسان حقه فيني أرجع له للأخ رشاد إنه يا أخ رشاد قبل ما تحاكيني على حقوق المواطنين الفلسطينيين اللي أنا بحسب أولك إنه أنا ما عم بفرق حقلك تفضل عطيني حقوق اليهود ما اليهود كانوا موجودين بخيبر وكانوا موجودين بتبوك وتقلعوا من كل هالبلاد وتهجروا بعدين ما من حقهم يكون عندهم مكان يعيشوا فيه رغم أني أنا أكتر الناس رافض لشي اسمه تللي هي دولتي وهي دولتك لأنه أنا بالنسبة لي الكرة الأرضية هي كل دولتي أنا مواطن عالمي أؤمن بالعالمية للكل أنا بيتمنى يسير في رئيس عالمي واحد إن شاء الله يكون الشيطان هو الرئيس لكن أعرف إنه هذا رئيس عالمي واحد وسيخ تماماً حتمشي الأرض بكل سلام وبكل جماعة أصلاً حتى موضوع الاختلاسات ولا السرقات أنت إذا اختلست من بلد أنت رئيس جمهورية ولا واحد غني بجمهورية بدولة معينة اختلست وحطيت الأموال بسويسرا وسافرت حاملتك بسويسرا لكن إذا تكون مواطنة عالمية وعالم واحد من وين دك تهروب؟ أريد أن نجيبك وين ما رحلت؟ ما عد في شي اسمه لا اختلاسات ولا سريقات وحقوق بترجع الأصحابه أنا مع الوحدة العالمية وأصلح من يكون لقيادة العالم حاليا الأكيد من إحنا العرب حبيبي إن شاء الله لو يجي هلأ رسول من الرسول العربي بقول له لا مع العزن لك ما لا تصلح أنت للقيادة يا سيد الرسول أنا أريد حاليا رجل أوروبي نحن ما زلنا تحت الوصاية أنا أؤمن بأننا ما زلنا تحت الوصاية لحتى نخرج من تخلفنا ومن الجهل اللي نحن فيه لازم يكون في دولة أجنبية وأورجح أنا بالنسبة لي بتمنا أمريكا أو الاتحاد الأوروبي يعني نكون الاتحاد عالمي تحت قيادة دولة أوروبية السويد أول السويد جميلة السويد عجبتني تعجبني ولا يهمك أنا إذا بدك أنا بقول دلعالم يعني ولا يهمك على أفكارك الإنسانية بصراحة أنا أحييك بس أنا لا أشجعك بربطها بالقرآن يعني لأن القرآن مهلك لكل أفكار للأسف نحن خلينا نبدأ بالمهم البدنية أبل ما نبلش بالمهم بدك تحطيني نقطة يعني أول شي نقطة صغيرة ليش القرآن هو مهلكة بوجهة نظرك أنت لازم نحكي بموضوع شو الخلاف اللي بيني وبينكن هو موضوع الله فضل أحكي أنا بالنسبة لي أنا سمعت أفكارك أخي فادي يعني بصراحة أفكارك رائعة أفكارك إلحادية أفكارك إنسانية أفكارك يعني لا تخرج عن نطاق الإلحاد بالشيء نهائي يعني عن نطاق أي ملحد عادي يعني أي ملحد مثلي وغيري فأنا أحييك عليه بس أنت المشكلة عم تربطها بالقرآن فبالنسبة إلي أنا ليش أقول القرآن هي أنا ما عم بربطها بالقرآن على فكرة أنا عم بربط القرآن بفلسفتي أوكي المهم المهم بس أنا عندي يعني أنا شفت حاولوا كتير ناس وفشل يعني الفشل مو بسبب أن أفكارهم غير جايبة السبب الرئيسي العناد الموجود عند القرآن اللي مرتبط بالمسلمين بتفسير المسلمين يعني القرآن هلأ القرآن مثلا خلينا نقول ألف كلمة أو ألفين ثلاث تلاف عشر تلاف كلمة بتلاقي مفسرين القرآن أكتر من كلمات القرآن تمام للكلمة الواحدة في خمسة مفسرين يعني زبدا ألف معنى إلها طبع أكتر أكيد والمشكلة إنه يعني كتير ناس حاولوا يصلحوا يعني بالنسبة إلي القرآن والإسلام واحد يعني القرآن والإسلام قاسي جدا يعني في مثل بيقول لا تكن لينا فتعصر أو قاسيا فتكسر بالنسبة إلي الإسلام والقرآن وكل الثقافة الإسلامية قاسي جدا لا يمكنه ما تقدر ليه على كيفك يعني بده يا تكسره يا تقبله كما هو يعني مستحيل أنا بالنسبة إلي مستحيل إصلاح الإسلام يعني خرابه أنا بالنسبة إلي لا يوجد شيء مستحيل أنا إنسان عاقل مفكر وعندي الإمكانيات الكاملة يعني اللي وصلنا خرجنا للأمر وصلنا للمريخ وقريبا لح نخرج من المجموعة الشمسية ما بعتقد إنه الإنسان يصعب عليه شيء كل شيء بيصير لكن معلش بالرواء المهم نحن خلينا نحط نقاط معينة نرتكز عليها نرتكز عليها لوضح لك أنا وجهة نظري أكتر ونشرح فيه أكتر كمان هذا المطلوب يعني أنا راح أطرح لك آيات وعلى كل حال يعني راح يكون نقاش أنا راح أناقشك يعني عادة بيعرفوا الأصدقان المتابعين يعني بيعرفوا إن أنا ما بقاط أضيف بس معك يعني راح يكون نقاش ما وإنه ضيف سؤال لا حوار طبعا أنا هذا اللي بدي آه حبيبيا لا أنا جدا موافع على هالطريقة هي وهي من أجمل ما يكون ما هو هاي الشيء وأتا بيكون في الرأي والرأي الآخر تصل معلومة للناس ويستفيد الناس إن كان معي الحق ولا إن كان معهم مشكلة مشكلة إنه تصل الحجة للناس والعقل يشتغل أنا مع تشغيل العقل وهذا نعمة أنا كثير بيحترمها بكينونتي العائل هاي فيني وبالجميع فما في عندي أي مشكلة حبيبي جام تمام تمام تفعنا تفعنا أول نقطة الإلحاد يا جام هلا ترق بين إلحادكم وإلحادي يعني أنا شفت بعض الناس بقول لك أخي هذا كيف يعني ملحد وكيف يعني قرآني هاي النقطة كثير مهم من ناقشة ما هيك؟ طبعا نحن المرة الماضية شرحنا شوي عن كلمة ملحد بمفهومة تبعي أنا والملحد هو منحدة عن شيء إلى شيء تمام؟ هلا أنت كملحد الحدث عن كل هالأفكار هاي وتبنيت طريق تاني مزبوط ولا لا تبنيت الطريق الإنساني العلم العقل المنطق إلى آخره شو الفرق بيني وبينكن؟ الفرق بيني وبينكن هو كلمة الله ما هيك؟ هذا أنت اللي بدكت لا أنا عم بسألك هلا أنت الملحد هلا الملحد بمفهومكم أنتو هو من لا يؤمن بوجود إله ما هي مسألة لا يؤمن أو ليؤمن يعني أنا بالنسبة كل ملحد عنده تفسير خاص للإلحاد بصراحة يعني أنا بالنسبة إلي الإلحاد هو الطريقة لفهم الكون بطريقة علمية بطريقة مختارية بطريقة لا تخرج عن المختبر بالتجربة العملية وهذا أنا معناته أنا وين ليش عم يعودوا عليه كيف أن يكون ملحد ومؤمن بالقرآن؟ ما هذا أنا اللي عم تحكي عنه هذا أنا؟ بالضبط بالضبط هذا أنت بس إيش لك علاقة بالقرآن يعني؟ شو علاقتك بالقرآن بنا نفهمه؟ أنا حقول لك شو علاقتي؟ شو علاقتك أنت بالكمان؟ شو علاقتك بالجيتار؟ شو علاقتك بالتلفزيون؟ شو علاقتك بكل شيء أوجده الإنسان؟ علاقتك إنسان؟ أنت بتحب كل شيء أوجده الإنسان؟ هالقرآن هذا بالنسبة لإلي عم شوفه أنا كتاب فلسفي عميق رائع جداً 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 ليش لحتى ما أخذ فيه يعني مثلاً؟ طيب بس يا أخي فادي اليوم أنت عم تقول إنه هذا القرآن كتاب فلسفي عميق بس للأسف يعني هذا القرآن اللي عم تقول عنه الكلام هذا يعني تسبب في دمار شعوب وتسبب في دمار شعوب ليش ما نقول إنه الإنسان هو اللي يسبب بدمار شعوب يا جون؟ هلأ أنا بجوب لك كتاب كليلة ودمنا مثلاً ممكن واحد يقرأ يأخذ منه يتحول بطريقته بمخه إنه أنا المفروض كون الأسد إلعب دور الأسد وما إلعب دور السعلام لأنه الأسد هو الأقوى ويأخذ فكرة إنه القوة مع القوة الحل مع القوة ليش لا تقول يعني هاي الكلمة ما فيك تقول الكلمة هي من تسببت الكلمة لا تتسبب بشيء الكلمة هي علم هالكلمة هي علم أنت المسبب أنت الفاعل القرآن طلعنا رجلين ومشي على رجليه وراح حمل سيف رجيني القرآن عبر التهريخ حمل سيف وراح قطع روس طيب طيب خلينا خلينا ندخل على الكلمة ماشي؟ خلينا نشاهد الكلمة شو بتقول وكيف داك تفسرها وناس كيف تفسرها طيب هلا في عندي هون فستشهدوا صورة البقرة 282 فستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتين يعني اللي شايفينه نحن كنتيجة لهالكلام هذا هو تحقير المرأة بس خلينا أكمل الفكرة بس يعني تحقير المرأة وشيء المرأة هي كلها تنام نعرف أنه نصف المجتمع يعني إن شئنا ونقابينا في ذكر وأنثى نحن لغينا دور الأنثى نيها إيا من حياتنا حتى حياتنا صارت طيب ممكن السؤال ليش ما قال ذكرا وأنثىين ليش قال رجل وامرأتين فضلت فسر ونحن بدنا نفهم نقطة واحدة لو نفهم شو معنات كلمة رجل في القرآن الرجل في القرآن يطلق على الجنسين أنا رجل وهي رجل هلا في تالية بتقول وأذن في الناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق الأعراب شرحوا أنه الرجال هنين اللي جايين على رجليهم ماشين فسموا هاي رجل هاي شرح الأعراب يعني هلا وتيجي واحد مسك لك القرآن أنا سمي لك يا شو ما بدك من ألف سنة إجا واحد فسر القرآن قال لك أخي الرجل هو الذكر والمرأة هي الأنثى وهي هذا الكلام ما بيصير القرآن إذا ناخده نحن ككتاب لغوي لغة فلازم نتبع كل كلمة موجودة فيه وين تشعبت فيه هلا القرآن مثل شجرة كل كلمة عبارة عن شجرة هالشجرة هاي إلى بزرة بزرة التفاح هل ستنتج منغا؟ بتأكيد لا أكيد شجرة التفاح العطاطي وكل كلمة بالقرآن عبارة عن شجرة وفيه تالية بتقول والكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها سابت وفرعها في السماء والكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة كأنها اشتست من فوق الأرض ما لها من قرار تمام وقت أنا بيجي لكلمة بدي أفهم هالكلمة شو هي أول شي بفعلها لجذرة الثلاثة لأنه الليسان تبعنا الليسان منطقتنا كله ياتا وما بدي يسميه الليسان العربي لحتى ما يأخذ علي ما أخذ لأنه حتى كلمة العروبة إلى مفهومات كثيرة عندي الليسان تبعنا لسان الجذر الثلاثي نحنا كلنا نتعلم ونحنا صغر بالمدرسة زراعة حصادة تتذكر هالشيء طبعاً الجذر الثلاثي لازم يكون دائماً مفتوح زراعة وهذا الجذر عائد على فاعل فردي هو ماشي هو زراعة هو حصادة هاي موضوع الجذر الثلاثي أي كلمة بالقرآن لحتى نفهمها هلأ كلمة امرأتان في القرآن مو يعنات اتنين اتنين انثى انثيين الامرأة في القرآن أنت تصلح امرأة وأنا امرأة لأنه الجذر تبعها امرأة من الامر وانا كاتب موضوع بحث طويل عندي على الصفحة تبعي انه من الامر وين امرئن بتلاقي وين امرئن يعني اذا كنت انت المؤتمر بامري فانت امرأة والرجل هو كل جوال صاحب موقف يجول وعنده علم لانه هي اصلا اصلا من جذرها وما بدي ادخل عليها والله تقولي هي لكن هي من الجذر جال فكلما تدخل عليها الاف لامرأ واللي هي احرف الجر القرآنية الصحيحة لانه نحن احرف الجر من الى عن على هاي ما هي احرف الجر من في القرآن كلمة من الله عليهم على شيء يعتليك والأعلى منك فمن الى عن على هاي شرح الاعراب وقالونا انه هي احرف الجر لكن احرف الجر القرآنية هي الاف لامرأ الاف لام ميم وكافها ياعنصاد هاي الاحرف تدخل على الجذر تفعله تحركه ولا تغير اصله يعني كلمة جذر حال حالة تدخل عليها اما الرأ او الالف لامرأ بتساويه الرحال او رحلة حلة رحلة لا تغير المعنى لانك انت هلا وتكون موجود به المكان انت حللت به ثم ارتحلت الى مكان اخر فانت حللت ايضا في المكان الذي رحلت له فهي حال واحد تدخل عليها الاف لامرأ الجر تجرها من وضع الى وضع دون ان تغير الجذر وهذا الوضع تلمي بالنسبة لكلمة رجال هي في اصلها جال جوالين جالوت يجولون يدخل عليها الاف لامرأ فالرجال في القرآن ما هي جنس وانما هي صفة لعمل انت مصر عليه وبدك تساويه لبشان هيك بقول رجال صدقوا معاهد الله مو معناه رجال صدقوا معاهد الله جنسنا ابدا لانه في التالي اللي بتأكد هالشي تماما جان هي واذن في الناس في الحج يأتوك رجالا هل الحج فقط لجنس واحد ليش لك نعم يروحوا على الحج طيب اخي فادي يعني هلا مثلا كيف دك تقول لي يعني فاستشهدوا شاهدين من رجالكم من جوانيكم واتبا من تسميهم فان لم يكن رجلين رجلا وامرأتين طيب هم ديكون ثلاثة شهود عندك مثلا ايه انا حقلك يا هكيف انا رجل صاحب علم صاحب موقف جوال بالدنيا جلتو فيا وبعرف كل شي وعندي علومي وعندي مبتعي هلا انا اذا اطلب للشهادة فانا يقبلوني كرجل لا ولازم يكون في واحد تاني مثلي رجل لحتى تنقبل الشهادة فاذا لم يوجد رجل تاني فاخذ معي مأمورين يعني تلميزين من تلاميذي بيأتمرون بامري هدول هدول بيصير انا رجل واثنين تلاميذ من تلاميذي وانا شارحة هذا الموضوع لازم تقرأ عندي على صفحة تيجان لحتى تتوضح لك الصورة كلمة امرأة في القرآن لا تعني ابدا جنس انا معك انا معك اوكي الرجل واثنين من تلاميذك طبعا تلاميذك هدول ليسوا اشخاص انساني هدول ليسوا بمستوى علمي يعني هلا انت بدك تحكم بمسألة فيزيائية عميقة جدا بدهم واحد باحث مختص بدهم باحثين مختصين فاذا ما نوجد باحثين مختصين ينفع ان يكون باحث وتلميزين على درجة عالية يختارهم الباحث ليكونوا في الحكم الموضوع الحكم بالمسألة ان تحكم بامر وتبت فيه موضوع بده ناس دارسة متخصصة اوه تعلم ما تقول ليس موضوع محكمة والله قدية قتل وجريمة لا لا هذا الموضوع يعني اكبر من هيك كثير يا جون يعني حتى هون ما بعرف انا بصراحة ما عم بقدر اقتنع به المسألة يعني بكمل الآية بولي اذا نسيت واحدة التانية بتذكرها ايه لانه هاي لانه لانه التاء هون في عندك ما عمل لك نحنا مصيبتنا باللغو الليساني يعني هلأ انا لو انا مسكت ابني هلأ وعزلته عن الناس وجيت مسكت هالكاسة وقلت له هاي اسمه صرماية ماشي قلت له هاي اسمه صرماية بعد عشرين سنة شو هيكون اسمها بالنسبة له اذا ما اجتمع خالط ناس صرماية ما هو بالنسبة له ويفهم انه هي السرماية التي نشرب بها الماء هيك صفي مفهومه نحنا في عندنا هالقرآن وانا بالنسبة لي موضوع محمد الاعرابي هذا وانا بالنسبة لي هو يعني ما بدي فوت فيها عمل لك ما بدي غمئ كتير هلا وانا بالنسبة لي مخطوطة ثمينة جدا مخطوطة فلسفية لغوية بغض النظر عن فلسفية مخطوطة لغوية كان يعمل لك عنها شعر قديم من الشعر الجاهلي اجت وقعت هالمخطوطة بايد جماعة معينين مسكوا الابل شو الابل هذا الحيوان اللي له سنام سموه الابل طيب الابل في القرآن ما هي هاد الابل الابل هي هي اصلا تقرأ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت مو ابلي ابلى لانه هي ابلى ابلى يبلون ابابيل نبلي كل ياتا من جزر واحد وفرع واحد ابلى الله بلاءه صنع يعني متما بقول لك انا ابلى قد ابليت حسنا فهي كل ياتا مفهومنا لألا نحنا هي عبارة عن اسقاطات اسقاطات اسقطت على هالقرآن وانه جاي عميل الزنب للقرآن طيب يا اخي انا عملي المهوة عم بجي نظف الاسقاطات من عليها وعمل كون تعالوا قروه بشكل جديد انا عم شيل الاسقاطات اللي اسقطت عليها انا بالنسبة لي شعرت انه في الكتاب هذا انظلم انا انسان عادل ما بهمني هذا الكلام من عند مين ما بهمني منين جاي اصلا لكن وقتا عم بقره هالكلام عم بحس انه هالكتاب هذا انظلم مظلوم هو عمل لي يا فادي دافع عني انا مو هيت انا كل ما هنالك يا جام مسكت الكتاب هذا ولقيته كتاب مظلوم عبر التاريخ انظلم جدا هذا الكتاب وعم حاول بس فقط ان يشيل هال هالا اللغم من عليها والظلم فقط انا اقدر وجهة نظرك اخي فادي واحترم وجهة نظرك وانا حاسس الفكرة لوبدة توصلك ل Darren بس صدقني يعني انا حد هلا مان يقتنع انه مثلا متل ما انت شرحت انه مثلا شاهدين وتلميزين انا بالنسبة الي هالتلميزين هدول اشخاص كاملين انت اعتفسيرك هذا طبعا وحقك هذا انك تفسر الطريقة اللي بدك يا لك انت السؤال يا جان لو انت هلا بدك مختصين يفتوك بقضية بقضية معينة بدك محامي مختص يفتيك بقضية واجاك نصيحة وانت فكرت لو لا انا ما بدي محامي واحد بدي محاميين ماكنين مشان هالتنين هدول يعطوني يعني حتى قعد اسمعهم انا وانصل يعني اسمعهم وطيف حتى عم يتحاوروا مع بعضهم لاصل انا اللي تيجي طيب اذا لقيت محامي مختص وما لقيت محاميين واجبنا لك محامي وتلميزين مو شرط تلميزين لهذا الرجل لكن هنالتلميزين لكل واحد يعني مثلا في محامي بايطاليا شهير عنده تلميز بس هو مو موجود ومحامي بامريكا عظيم جدا وعنده تلميز بس هو مو موجود جبتلك هالتلميزين انا انت ما فيك تقول انه هالتلميزين هدولي بنفس مستوى معلمون لكن عندما يصبح عندك قائدين او معلمين عندك انت معلم وتلميزين هم اقرب ما يكون الى المعلم يعني هالتنين عوضوا واحد ما في اي مشكلة يا جان به النقطة حتى انت بتفكر تلك كل منطقة بالنسبة لك ما في مشكلة انت ممكن تتبنى هالفكرة هدا حتى بالنسبة لك انت هالتلاقي فيها مشكلة؟ هي فيها مشكلة فقط عندما تتحول الى جنس يعني انا وتنتين نساء هون تتحول الى جنس تضمعهم فيها محكمة المشكلة عندي تعرف هي شو؟ المشكلة عندي انه نحن مثلا عم تروح على محكمة ما عم تروح على مثلا جامعة واختصاصات فيزيا وكينيا كينيا كلها محكمة يا جون بس دعني اكمل فكرتي يا اخي فادي يعني عم تروح مثلا صارت جريمة اتنين شهدوها رجل وامرأة جريمة قدام عينون يعني ممكن باي طفل صغير يحكي الجريمة كيف صارت مثلا فهون مضطر انه انه تلغى شهادة الانثى الا اذا كان فيه انثى تانية خلينا انتش راح تجد نظرك اكيد يعني في عنا ايات كتير عن القرآن كلها انا بتطرحها عليك ان شاء الله جاهز طيب فيه اية بالصورة النساء 3 وان خفتم ان لا تقصطوا في اليتامة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة او مملكة ايمانكم ذلك ادنى ان لا تعدلوا المهم هون فيه عندي كم نقطة عندي اول نقطة وان خفتم ان لا تقصطوا في اليتامة وبنط مباشر فانكحوا يعني علاقة النكاح باليتامة واليتامة شو علاقة النكاح فيها وبعدين فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث واربع هو انا ضد بكل معنى الكلمة انه الذكري كله اربع نساء وبعدين برجع فيه نقطة ثالثة فواحدة او ما ملكت ايمانك وهي العبودية طيب طيب عظيم عندي هات ثلاث نقاط نبلش نقطة نقطة وان خفتم ان لا تقصطوا في اليتامة شو هو المفرد تبع كلمة يتامة يتيم اكتب لي اياها بالاحرف عدل لي احرفها يتيم يعني عليك ثلاث احرف ياتامة لا يتيم اكتبها انت ياء مكررة طيب يتيم بالقرآن الججر السلاسي تبعها يتم يعني الفعل تبعها لك ترجع للفعل انت مو الاسم يتيم هذا تفعيلة جديدة التفعيلة التانية مو التفعيلة الاولى التفعيلة الاولى او الججر السلاسي يتامة ياتامة لو انتبهت انت هجبلك ياها انا بالآية هل تعلم بان الله بان نور الله يتيم ويأبى الله الا ان يتم نحن نراها يتم ياتامة يتم نوره كلمة اليتيم بالقرآن نحن شرحت لنا اعرابيا على ان اليتيم هو من مات ابويه هذا كلام غير صحيح لو كان اليتيم هو كل من مات ابويه اي انا يتيم اخي ابي مات من شيء خمس سنين وما شفته حتى مات بسوريا وما كنت موجود انا يتيم فضل اليتيم في القرآن الكريم هو كل من لم يتم شيء اما يعني الطالب طالب العلم هو يتيم علم يتم علمه لم ينهي علمه بعد العامل الذي يعمل عمله ولم ينهيه هو يتيم علم يتم عمله ولم يتمه بعد موضوع اليتيم في القرآن واذا بتصل لجزرها من اروع المواضيع او ان تشوف العلاقة الجميلة بينها وبين النساء كمان انا معك يتيم من لم يتم بالضبط هذا هو التفسير الحقيقي يعني ان يتم اليتيم هو معروف انت لست يتيما يعني انا كمان والدي توفى من كم سنة وانا كنت موجود وانا ما شفت جناسته يعني للأسف اليتيم هو الطفل الذي لم يتم يعني تفسيرك صح طبعا حتى الطفل يصلح ان يكون يتيم لانه لم يتم مرحلة البلوم الطفل وحده يصلح ان يكون يتيما لم يروح ليتيم في القرآن كل من لم يتم شيئا ما يعني الطالب الذي لم يتم دروسته هو يتيم علم وحتى الطفل الصغير الذي لم يتم مرحلة نضوجه هو يتم نضج يتم نضجه وحتى نور الله يتيم يأبى الله إلا أن يتم نوره ونور الله يتيم لم يتم حتى الآن لكن لما يتم بيئلك وتم هلا مثل ما بيئلك تمت كلمة ربك يعني إذن أصبحت في حالة التمام ولكن يتم تدخل الياء هو لم يتم اليتيم هو من لم يتم أمرا ما هذا الشرح الليساني السليم تبعه فالطفل الذي لم يبلغ البلوغ هو يتيم حتى يبلغ مرحلة معينة من العمر لكن كلمة اليتيم بمعناها الأساسي هي عميقة جدا جدا وهن نصغروها جدا جدا وحصروها حصر أنه أخي اليتيم هو فقط هذا لا هذا كلام غير صحيح وعقد النكاح في القرآن عقد النكاح ما هو الممارسة الجنسية لكن الممارسة الجنسية من النكاح يعني أتب قل لك أنا عقد النكاح هناك عقد نكاح علمي هناك عقد نكاح مالي هناك عقد نكاح في البناء يعني أنا أنا وإياك نعقد عقد النكاح مثل هو شريعة بين اثنين نتفق عليها مشان هيك أنا موضوع كمان اليتامة والنساء هذا الداخل فيه موضوع كبير جدا لا يصلح أن يقعد يحكيه هون أولا أو شنو ما ليفاتح كمبيوتر يطفى الكمبيوتر كنت قرأت قرأت لك يا ها راية واحدة واحدة النساء في القرآن النساء في القرآن من جزرها ساءة ساءة تدخل عليها النون نون نون تصبح نساء نساء يوما لح وضح لك يا ها يوما نساء ويوما نسر اكتبه يوما نساء ويوما نسر حتلاقيها كتبت نساء إذن النون نساء ساءة الجزر هو ساءة والنون نساء تعود لنا نحن نون تعود علينا نحن النساء حبيبي كل ياتنا نساء أنت لك سوءة هاي اسمها سوءة أعجزت أن أعجزت أن أواري سوءة أخي هاي اسمها سوءة يدخل السوءة هي ما سواه الله ما سواه الكون فيك ما بدي أتخل لك بالله لا تفوتني بمتاهاتك انت هاي سوءة ساءة كل ياتنا نساء هلأ فإن خفتم لا تعديل لا تقصده في اليتامة يعني إجا هلأ في واحد طالب علم أو لساته لساته طفل يعني وارس ورسم الأبو وأبوه ميت ومثل ما بدك اليتيم بالمفهوم تبع اليتيم تبعك الحاليا على مستوى صدير وأجيت أنا بدي أعقد نكاح ما بيصير أني أنا أقعد شاركه له الولد الصغير اللي تعال تعال عمه فوت معي بشراق هذا شو بدي يفهمه ما أنا بأكل حقه هيك مش هلأ يكبر لك إن خفتم لا تقصده في اليتامة لأنه أنا ممكن يعني هذا ولد صغير أنا حضحك على عقله هو معه مصاري بدي يجي يشاركه أنا بمصاري طيب أنا وين أنا وين هو أكيد حتوه معي بيستمال لحتى يتم بلوغ لحتى يكبر يصير قادر أنه يكون ندلة إلي إذا أنا بعرف حالي طب أنا ممكن أني أخذ يعني ممكن يلعب الشيطان بعلي فإن خفتم أن لا تقصدوا في اليتامة فانقحوا ما طاب لكم من النساء هذا الكلام لا إله ولا إلي مو لا إلي وحدي أنا نساء وهي نساء إذن نعقد عقودنا التجارية أي أنواع من أنواع العقود هاي كلها تسمى عقود نكاح النكاح شيء بين طرفين لا يفترض أن يكون جنسين مختلفين وهذا برضو حتلاقيه مفصل ببحث النساء عندي بشكل عميق جدا لازم تقرأ لازم ينقرأ ويتراجع حتشوف أنه شغلة ما لا علاقة لا بجنس لأنه كلمة جنس تفترض أن يكون كائنين مختلفين أنا وهي مظبوط وأنت طبعا نحن نظن أنه هاي هو النكاح لكن النكاح يحصل بيني وبينك يا جان ما أظن أنا لا أعتقد أنا لا أعتقد يعني ما تضخل من الأشياء نهائيا أنا لا أعتقد أي عقد أي عقد بين اتنين شراكة هو عقد نكاح النكاح شيء شراكة لكن لا يقال شراكة لأنه هذا كمان جزر تاني له المفهوم تاني وهو الشرك بالله وغيره الإشراك عقد النكاح هو عقد عقد بين اتنين ممكن يكون عقد تجاري عقد مالي أنا وياك تشاركنا بسيارة أنا وياك تشاركنا بمشروع أنا وياها تشاركنا وحتى عتخذ هذا اسمه عقد نكاح أي عملية شراكة بين اتنين هي عقد نكاح لكن ما نصغر عقد النكاح لمفهوم أنه هو حالة جنسية فقط لا وأنا بجب لك الدلائل عليها كل من القرآن لكن يعني لازم تفهموا شغلة واحدة أنه نحن ما تفهمنا جزر الكلمة بالقرآن جزر المصطلح نفهم كل تفعيلاتها طيب إذا أنت ما لك فهمان الجزر كيف دك تفهم التفعيلة لو مصيبة الأعراب كيف شرحوا القرآن شرحوه على نظام اللي بيسموه السرد أنه خلص الكلمة هي بفهمها أنا من خلال الآية أنه كيف جاي بالآية بفهمها مرة بتلاقي ذهبة بتلاقيها ذهبة بمعنى مضى ماشي مرة تلاقيها ذهبة يعني يعني المعدن الأصفر شلون بقى نفس الكلمة نفس الكلمة ذهبة بتصير مضى وذهبة بتصير معدن أصفر شلون بقى يعني إذن هذا لسان هذا مو لسان هذا روحوا خدوه أخدوه كبوه بزبالة إذا كان هيك القرآن أنا أول واحد بكبوه بزبالة إذا كانت نفس الكلمة ذهبة مرة بقراها بمعنى مضى ذهبة فلان مرة بقى لبس خاتمه الذهب للاسف أنت الوحيد أظن واللي اقتنعوا بفكرك أظن هم الوحيدين اللي مقتنعين بهذا بتفسيرك أنت طبعا وبقية الناس يعني فيه عندنا مليار ونص كما يتبجح للمسلمين إنهم مسلمين يأمنون بغير ما تؤمن به بذلك يعني أنا أعتقد يعني الصعوبة صعوبة تتوسط طيب بتكمل ما ملكت أيمانكم يعني مسألة العبودية كيف تتفصل لها فضل شوف في عندك كمان هي ما عمل لك يا ريت لو أنا اليوم يعني كنت فاتح كمبيوتري بس ما أنا عم بحكي معك فيه فصل كنت دخلت دغري على الموضوع تبعي حتى غير أني أعطيتك رابط على كل سؤال تبعا كلمة أيمانكم كلمة أيمانكم نحن منفكرة هاي منسميها هاي يمين كلمة ملك نحن لو نفهم اليومن طيب في عندك آية بتقول أقسم بالله جهد أيمانكم هلأ إيمانكم هي من الإيمان ولا من اليمين إيمانكم نفسها نفس الكلمة إيمانكم الإيمان شي والأيمان شي طيب شلون نفس الكلمة هي إيمانكم أنا بجب لك نفسها تالتين بتقراها بتلاقيها فعلا أول واحدة عم تحكي عن الإيمان وتاني واحدة عم تحكي عن الإيمان ما أنه الكلمتين بنفس الشي إيمانكم أتكفرونا من بعد إيمانكم نفس الشي لا فعل تبليها هاي أتكفرونا من بعد إيمانكم يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي فادي الكلمتين ما نفس الشي في شي يمين في شي إيمان الإيمان هو الاعتقاد يعني إذا بنا نفسر كنت يروح سأل أي إنسان أه أنا ما بجي سأل أي إنسان يا جان أنا بجي سأل العقل الاعتقاد بشي بس اليمين شي يختلف اليمين هو اتجاه نحن حكينا قبل البداية إنه هل يصلح لبزرة التفاح أن تنتج شجرة منغا قلنا لا طيب طيب أنا عم بقول لك لا بالضبط أنا معا أتكفرونا أتكفرونا من بعد إيمانكم ألف يا ألف يا ميم نون كاف ميم مسألة الثمرة هلأ أنت قلت لي مسألة الثمرة طيب إذا يوم عندك بزرة التفاح هل من المعقول إنه يطلع بصل طبعا لا لا يخرج البزرة تنتج بالضبط اليوم زرع القرآن بهالعالم هذا من 400 سنة والسمرأ شايفينه قدام عيننا القرآن القرآن موضعي القرآن بذور تفاح بس من الأسف طالع بصل يعني لا هذا ما له علاقة بالقرآن لأنه أنت عم تحكي هلأ جزر الكلمة أنا عم نحكي هون جزر الكلمة القرآن ليس كلمة وإنما آلاف الكلمات إذا أجت أنت بتمبك قلت لي فيقلها ألف تفسير طيب كل واحد عم يفسره لأنه عم يفسره تفسيره لأله قلت لك معتمد على كتير أشياء وكل لياتها غلط من ضمنها أول شي بيجي بفسر لك القرآن الآية والآية التي تليها يعني يقول لك أخي ما فيك تفسر القرآن إلا من خلال السرد الحدسي يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يقول لك هاي اسمها سورة منين سميتها السورة أنت القرآن ما في سور شايف أنا كلامي القرآن ما في سور القرآن مكتوب وقرانا فرقناه شو يعني كلمة فرقناه أنا عمل لك هلأ عندي فرقته مو معناته أنه كانت مجموعة هو بالفعل إجاء مفرق يعني ما إجاء في قليك معي لكن دك تعرف شوف أنه كلمة فرقناه شو يعني فرقناه يعني كان مجموع عنده أنا هلأ ما شك شدة متل ما هي فيني لك كود هايش هايش شدة لكنه تفرق الورق وقال لك الورق فرقته مظبوط ولا لا لكن قبل ما فرقه ما كان مجموع طالما فرقته طالما قال وقرآن مفرقناه إذا كان مجموع عنده وهو نزله مفرق بعدين بيقول إنا علينا جمعه وبيانه ما فيه ما بيحق لحدا يجمعه أنت ما فيك تأخذ التالية بتقول أخي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما فيك تجمعه وتستشهد لي عليها بدك تأخذ لتفهم القرآن لكن هنين هيك اعتمدوها إجاء عثمان بن عفان هو اللي رتب القرآن وبالنسبة لإلهون ترتيب عثمان هو ترتيب بالنسبة لإلهون بيعتبروه ترتيب محمد وترتيب الله وما بعرف شو إلى آخره أنا هذا الشي كله ضده أنا بالنسبة لإلهي ما بعرف شي اسمه عثمان ولا بعرف تاريخ ولا بيهمني التاريخ كل ياته أنا زلمي عم بيجي أحكم على هالكتاب اللي بين إيدي عم بمسك عم قول أنا بدي أخذ هالكتاب متل ما هو فيه وقتها بفتح بتجي بقرأ فيه آية عم تقول وقرانا مفرقناه ونزلناه على مكس إذن هو مفرق فأنا لكي أشرحه ما بشرحه مجموعة بعتبر كل تالياته مخربطة ما لمجموعة لكن عم بمسك كل تالية بتاليتها كأنها حكمة مستقلة ومشان أفهم شو معنات كلماته بمسك الكلمة شو هالكلمة بدور على جزرها ببحث عنه بدور عمنا بكل مكان بالقرآن بصل للمفهوم الكلمة تبعها لحتى أفهم الرجل بلحق كلمة الرجل بكل أماكن بالقرآن بالحق هون 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 بعد ما أصل لجزرها وهذا هو الشرح اللي أنا عم بشرحه للقرآن فما له علاقة يعني أنت تجي تقول لي هلأ عندك الشيوعية والثورة الماركسية واللينينية وبعرف شو وشو ساوى الاتحاد السوفيتي وشو ساوى ستالين من تبشيع وتأتيل سفاح من سفاحين العصر ستالين بتقول لي والله ستالين كل الحق على كتاب ماركس أنجليس و قال لك يا أخي ليش عم تظلم هالكتاب يا أخي ستالين كان أفكاره كله ياته على الشيوعية والرئيس المال وكتاب المال لماركس و إذا هو قلت لك عمله لماركس لا ينسب لهالكتاب يا جان هذا الكتاب أنت عم تظلمه تعم تنسب له عمل إنسان لأنه أصلا كان مؤمن فيه بس للأسف يعني يا أخي فادي أفعال المسلمين تنسب للقرآن يعني مثلا وقاتلوا الذين بس خليني وقاتلوا الذين لا يؤمنون فالجماعة عم بيقاتلوا اللي ما بأؤمن فيعني الكلام المفهوم أنا كشخص إنسان عادي لما أفهم 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 بالضبط مثل ما بيعنيه يعنيه المسلمين الله ما بشأن داعش لا ما عم تفهم مثل ما يعنيه المسلمين عم تفهم مثل ما أجدك الفكرة يا جان شعن نكون صحيحين أوكي الكلام بيوحي هالفكرة هاي يعني الله لما بقول قاتل للذين لا يؤمنين لا يؤمنون يعني طي واضحة قدامي أي شخص أي إنسان طبعا أنا ماني ملائكة أنا ماني من غير كوكب أنا ماني سوبرمان مثلا أنت حتى نعم غير كوكب أفهم أشياء غير غير مفهومة للبشر يعني أنا كإنسان رح أفهم قاتل اللي ما بأؤمن لحتى يؤمن شوف أنا قبل شوي شرحت لك شرحت لك هالكاسة هاي لو قلت له لأبني إنه هاي اسمها صرمايا شو حتكون حيقول هيك كلمة قاتل مين اللي شرح لنا ياها بمعنى إنه اسفكوا الدماء إنتن شرحت هالكلمة يا أخي ما حكينا إنه ما في معجم ما في معجم القتال القتال يعني القتال شي للسيف شي للبارودة شي للمدفع طول بالك طول بالك يا حبيبي أنا على عيني وراتي لكن هذا الشرح هلأ أنا ما تبدي أجي إليك قاموس القاموس العربي قاموس اللغوي للشرح إمتى نوجد أخذن قاموس إنه وجد بعد إذا اعتبرنا إنه تاريخ نزول القرآن هو 1430 هجري و1430 سنة فأول قاموس عربي نوضع بعد القرآن بـ 200 سنة إذن الواضعين القاموس أصلا وضعوه لي مشان يشرحوا القرآن عطيني قاموس قبل نزول القرآن لألك أوكي أنت هون الحكم طيب عندي فكرة هون عندي فكرة بس درية يعني اليوم نحن سمعنا أشعار الجاهلية كتير قبل محمد أصنعناها مثلا يعني يعني في الكلمات الموجودة بأشعار الجاهلية هي لنفس المعنى الموجودة في القرآن أرجيني كلمة قتل أرجيني كلمة قتل في الشعر الجاهلي تفيد سفك الدماء أنا معا بهذا الدقيق هاي ما بخطر لي يعني أجيب لك بيت شعر أو لا ايه بس صدقني أنك ما حتلاقي هلا لأنه هذا الحكي أنا عم بحكي وهو مسجل شوف يا حبيب عمري كلمة قاتل هلا أنا أتألك قاتلهم الله أنا يؤفقون قاتلهم الله أنا يؤفقون هاي تالية قرآنية هل قاتلهم الله يعني إجا الله حامل سيف ولا حامل كلاشنكوف ونازل عميريش أرجيني ما شفتهم حياتي أرجيني عبر التاريخ لكن الله يقاتل والتالية قاتلهم الله أنا يؤفقون الأشعار الجاهلية قاتلت أرجيني 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 قاتلتني بحبك قتلني حبك كلمة القتل في القرآن وكلمة القتل في لساننا لا تعني سفك الدماء أبدا لأنه سفك الدماء في القرآن منهي عنه بتاتا طب ما زلت تعني قتله قتل الشيء حالة نقل يعني قاتل الذين لا يؤمنون بالله حتى حتى طيب إذا كان القتل سفك الدماء شوف هي حتى هي حتى شرطية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله حتى يدفعوا الجزية عن يد وهم صغرون أوكي مهم طيب إذا كان القتل هو سفك الدماء جيت أنا وسفك الدماء كيف تدفع لي الجزية؟ هو الواضح من الصورة أنه تحارب مجموعة من الناس تقتل بعضهم حتى البقية يدفعوا لك الجزية وإذا كان قاتلهم حتى تنهيهم أو إذا كنت أنا فرد ولقيت واحد لا يؤمن بالله أنا فرد مهم وهذا القرآن نزل للفرد مو بس للجماعة قاتلوا أو قاتل أو أقتل الذي لا يؤمن بالله حتى يدفع لك الجزية عن يد وهو صغر طيب لو أنا بدي قتلك وسفك الدماء كيف هتدفع لي الجزية؟ بها الحالة قالك شغل بها الحالة يعني أنت سويت اللي عليك وبالنهاية حققت النقطة اللي بده إياها القرآن قولي بارك ما بدنا نحنا نشرح حيث نحنا بدنا نفهم نقطة أنا قلتلك أنا هلأ يبدك جاوبني على السؤالي قلتلك قاتلوا للجماعة ولكن القتال هذا فرد على الفرد هو فرد على الفرد المؤمن قاتل يا فادي من لا يؤمن بالله حتى يدفع لك الجزية وهو صاغر بس أنا قلتلك القرآن في هالسورة هالسورة التوبة لا يعطي من المفرد أصلا هو عم وقال لك قاتل لا يصلح لا يصلح يا عمي التالي الجماعي يصلح على المفرد اشربوا كلوا معناته كل اشربوا معناته شراب هي كما تصلح للجماعة تصلح للفرد لا ينفع نحن بنا نفهم لسان 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 لحتى نفهم المنطق ما بيصير نجي نحكم بالحكم الأعرابي يا جان قاتلوا للطوان أنا هلأ أقاتلك أنا أقاتلك حتى تدفع لي الجزية وسأدفعك الجزية أنا أقاتلك أنا أقاتلك أنا أقاتلك أنا على فكرة القاية التوبة لسا بعيدة شوي نحن لسا في صورة النساء يعني خليني بس في سورة النساء داعش ماذا تقول؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكري مثل حظ الأنثى يعني الذكر وأنثى في تحديد الجنس فإن كنا نساء فوق إثنتين خليني أكمل الآية أرجوك وشان يكون منحط خريطة فإن كنا نساء فوق إثنتين فلهم ثلثة ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث يعني واضح الأم ما في واضح ما في واضح ما بتقول واضح انت كلمة واضح مع القرآن فإن كان له أخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين أباؤكم وأبناؤكم لا تدورن إياهما أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن كان إن الله كان عليما حكيما طيب نبلش بيا خطوة خطوة طيب نحن كيف نفهم لسان سامي هذا لسان سامي سامي توصخ توصخ بلسان لغوي أعرابي توصخ نحن من 1400 سنة بنعرف إنه الذكر الذكر هو أنا يلي قلو دلدولة والتانية أنسى هذا الكلام سفيه يعني هلأ في تالية إنا نحن أنزلنا الذكرى أنتو بتقرأ معكم الذكرى لأنه موضوع طبعا ما هذا هو التشكيل الأعرابي تشكيل الأعرابي بتجي نفس الكلمة أخي إذا حطينا عليها تشكيل بيصير إلى معنى تاني إيشو على كيف كون على كيفك شجرة التفاع بدأ تصير بطيخ؟ مرحبا مرحبا شوف إنا نحن أنزلنا الذكرى وإنا له لحافظون والتاني الذكرى مثل حظ الأنسيين شو بتفرق الكلمة هون عن هون نفس الأحرف ألف لام ذا كاف را الذكر الذكر مرة بنقراها الذكر ومرة بنقراها الذكر إيشو على كيفكم؟ مين لي حط التشكيل؟ لحتى نفهم شو هو الذكر؟ أخي جان معك حتى القرآن بيقولك أخي الذكر هو القرآن أخي منين جبت لي أن القرآن هو الذكر؟ المحفوظ هو الذكر أو الذكر لأنه أنا بالنسبة لألي تقرأ الذكر بكل مكان والذكر هو القائد شوف تالية يوسف شو بقول له طالله تفتأ تذكر يوسف تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حلضا أو تكون من الهالكين شو يعني تذكر يوسف؟ يعقوب كان دائما يشوف أن يوسف هو الذي يصلح للخلافة أو يصلح أن يكون سيد القبيلة من بعده وكان دائما يقول يوسف هو اللي حيكون من بعده فنصحوا رفقاته شو قالوا له طالله إنك تفتأ تذكر يوسف أنا قرأت عند الأعراب تفتأ تذكر يوسف تذكر يوسف؟ يعني يوسف ما كان موجود وأنت عم تذكره؟ طيب لو كانت ما أجت حتى تكون حلضا أو تكون من الهالكين لو نفهم نحن شو هي مو تذكر هي تذكر تفتأ تذكر يوسف تجعله القائد بعيون إخواته حتى تكون حرضا عم تحرد إخواته عليه أو عم تهل أنت هتهلك نفسك ولادك ممكن يقتلوك لأن الأخل كبير واللي شايف حاله هو الذكر من بعدك لا يصلح أن تقول له أخوك الأصغر هو الذكر من بعدي فكلمة الذكر الذكر المحفوظ هي كلمة القيادة طيب طيب أنت جيت هلأ يعني أنت طاعت الفكر الإعرابي اللي أنت ضده الإعرابة دولي إنه الذكر هو القائد برافو قائد القطيع فمعنات الإناث هما القطيع يعني ليش الأنثى ليش الأنثى شو يعني الأنثى في القرآن وهون كمان مصيبتنا التانية شوف شو بتقول التالية قالت ربي إني وضعتها أنثى بعدين تقول والله أعلم بما وضعت وليس الذكرك الأنثى طيب ليش تقول الله أعلم بما وضعت أنت تعلمين ما وضعتي الأنثى الأنثى هي الأنثى تصبح ذكر لأننا برضو كلياتنا إناث وكل ياتنا كل ياتنا يا عيني عليك لا الذكر مرتبة لا يصلها إلا المشتهد جدا 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 نحن نصل إلى أكثر ما يصل إلى مرتبة الرجال حتى مرتبة الرجال مرتبة صعبة ممكن لنا منصلة يعني شوف عندك مرتبة هلا هلا انت قلت كل شي ذكر شو قلت الذاكرة يعني الذاكرة ما قلت كل شي ذكر ما قلت كل شي ذكر كل شي شوف كل ياتنا نساء لأنه هاي اسمها سوءة وكل ياتنا أناث لأنه الأناث هي من تحمل داخلها شيء يعني أنا أحمل داخلي الحيوان المنوي فأنا أنثى حامل وهي تحمل داخلها البويضة هي أيضا أنثى لأنه مريم شو بتقول أو شي تقول إني وضعتها أنثى بعدها تقول والله أعلم بما وضعت وليست ذكرة كالأنثى إذن هذه الأنثى قد تصبح ذكر طيب خلينا نتلع لها النقطة يعني اليوم راح ناخد بسها ثلاث آيات يعني القرآن مليء بالآيات و جايينك على الطريق وأنا جاهز لك يعني فسر لي ياهل ياهل ما لنا علاقة بجنسهم ممكن يكونوا ثلاث بنات يعني لأنه حتى كلمة ابن في القرآن البنات بناتك هي بناتك ما لا علاقة بالجنس برضو مصيبتني مصيبتني كبير يشلوني يشرح لكم القرآن لأنه أنا حاطت مبحث حاطت صرت آلاف البرخوس المهم أنت عندك ثلاث أولاد اثنين منهم عم يروحوا يشتغلوا وتركوا العلم واللي يقول لي قاعد بمنجرته واللي قاعد بشغله وعايشين حياتهم وعندك واحد ما له موريد كل حياتهم قضية للدراسة وقتها بتموت شك تماما أنه من العدل من العدل أنك تعطيه أكتر من هدول الاثنين بالضعف لأنه هدول الاثنين من أولادك كل واحد عنده حياته وعم يشتغل وعم يأنتج وخلص أخذوا مجرح حياتهم هذا ماله موريد هذا بالنسبة له صفي العلم كل حياته الذكر كل حياته بيجي واحد بيقلك بيقلك واحد بيقلك طيب إذا كانوا كل ثلاثة شغيلة وثلاثة بنفس المستوى وثلاثة بنفس بيجيون ذكر خلص كلها تأمة البعض وشو بتعمل بالمام؟ فضل في الصد والأم ليش الأم هي الوالدة؟ أمال لا يا أبا لا يا حبيبي لا يا عمري إبراهيم كان أمه كلمة أم في القرآن الإمام والأم شوف طالما أنت تأتم بها فهي أمك فإذا أنت خرجت عن أممتها فهي ليست أمك هي والدة متى تكون الأم أم؟ عندما تكون أنت في داخلها جنين وتأتم بها وهي إمامك هي أم لكن مجرد ما خرجت منها لم يعد اسمها أم أصبحت والدة والأمهات في القرآن مالا علاقة ممكن تكون يعمل لك أمهات الكتب أم الكتاب الأم في القرآن هو كل ما تأتم أنت به ولإمامك ومن أنت تأتم به لإمامك ولأمك عليك حق أنت عليك لأمك حق فإذا لم يكن لك أم شيء ثاني أما أنا بالنسبة لألي هلأ وقتا بدي موت عندي أولاد مثل بعضهم عندي بنتين وعندي شب وعندي والدتي كلهم بيأخذ مثل بعضهم تتقسم الورثة مثل بعضهم عندي 100 ليرة أمي بتأخذ 25 وابنتي بتأخذ 25 وابني وأبني كل واحد 25 هاي بكل بساطة لأنه ما في بياناتهم ذكر وما في أم لأنه الوالدي غير الأم يا عمري نحن حتى كلمة أم مفهومنا لألها غلط كل مفهوماتنا هي كيف شرحوا لألنا إجا واحد قالك الأم هي هي الأب هو هاد لا يا سيدي طيب إبراهيم أبونا إبراهيم أب يعني أنا بتمنى تكون فكرتك وصلت للأصدقاء وللناس واللي متابعيننا هلا عن الهواء مباشرة واللي راح يتابعونا كمان أنا حابب أوضح فكرتك تمام للناس وأنا قلت لأصدقائنا أنه الأخ فادي فكره الحادي علماني بشكل بحث يعني بس مش كلته بيربطه بالقرآن ويعني طبعا تفسيرك رائع أنا بتمنى كل الناس تفسر تفسيرك يعني أنا بتمنى الله داعش أو البغدادي قائد داعش يبرك يفسر القرآن كما تفسره أنت أنا بتمنى كل الأزهر يناموا يصحى الصبح يفسر القرآن كما تفسره أنت ولكن تأخذ المهمة المستحيلة يعني أظن وأعتقد جازما أن المهمة المستحيلة ولو أنك أكيد راح في كتير ناس راح يقتنعوا بكلامك أنا متأكد من هالشي بس هل هالناس راح تكون قلة قليلة من المسلمين الموجودين جان حبيبي كل شي كل شي السيل الجاري في عبارة عن نقطة مطر كان بالبداية نحنا بنقول دايما مشوار الألف ميلي بيبتدي بخطوة الأمة الكاملة كانت بيوم من الأيام فرد يعني أنت بالنسبة لها حتى لو أخذنا محمد كان فرد رغم أنه أنا كله ما بعترف فيه لمحمد هذا عفكرة كله نهائيا لكن عم نأخذه هيك كمثل كان فرد هلأ أمة المليارات فأنا ما عم ندور على اللي اقتنع بفقري هلأ لكن أنا عم بكتب أبحاثي وحط لأنه أنا بعرف حالي بعد مئة سنة ولا مئة سين سنة حتكون أمة الفادي موجودة وهي اللي حتكون أمة الحق السابته لأنه وأما الذبد فيذهبوا جفاءاً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض واللي عم أقوله أنا هو هو الإنسانية كله هو الحق تلياته أنت عم تقول أنه فادي بيربط فكرة بالقرآن أبداً أنا فكري القرآن القرآن يصادق على فكري ليش الموضوع ليس مو موضوع قرآن صفية جام الموضوع أنه وقتاً أنت بتحكي بشيء إنساني المفروض أنه كل شيء إنساني يتوافق مع فكرك لأنه إذا تعرف حالك أنت قلبك نور مصدرك نور تريد لهي المفروض كل شيء إنساني ينطبئ على فكرك لذلك أنا هذا الكتاب شفته كتاب مظلوم انظلم جداً عبر التاريخ وكل ما هناك إنه عم بيجي افتح صفحاته وأقرأ من خلال جزر الكلمة تبعه ووضحها لكل الناس لذلك يعني موضوع الحلقات ولا موضوع أنه الحوار ما بيكون سهل هيك بده بده كتير 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 حلقات وبده كتير كتير دخلات حتى قد ما في ناس تشارك أنا أحب ما على قلبي ما عندي مشكلة نهائية سؤال و سؤالين و ألف على كل حال يعني أنا راح أتأكد من مسألة المشاركة هاي وطبعاً البرنامج برنامجك أخي فادي وأنا أتمنى تشعر بك أكتر و نصف يعني فكرك واضح بالنسبة لي طبعاً على الأقل فكرك واضح وأتمنى أنك أتمنى تصير نبي هذه الأمة والناس تمشي بخطواتك يعني تفهم بمنظورك للقرآن تفهم القرآن بمنظورك للقرآن ونخلص من هالدبح والقتل والتدمير والعشوائية والهمجية والانحطاط يعني بصراحة طبعاً على كل حال أنا بتشكرها كتير أخي فادي وأتمنى بها الحلقة يعني بشان ما نطول الحلقة على الناس أخذنا ثلاث آيات وآيات القرآن تعرف انت كتيرة و جايين عليها يعني أنا مادر أوعد آية لأنه راح تاخد معنا سنين على الحالة هاي إذا أسبوعين ثلاث آيات ده تاخد معنا سنين أظن طيب حبيب نحلينا للحلقة الجاية معناتها و أتتجهز انت كم سؤال أعطيني إياهن قبل بيومين مثلاً من الحلقة وشان أنا كنت طلي قدامي البحث كامل وحتى يعني اتبحر معك في بكل سلاسة شو الآيات أي تالية عفقرة هي اسمها تاليات كمان مو آيات القرآن في تاليات مو في آيات لأن الآيات أنا آية وأنت آية وآية لكم الليلة والنهار الشمس والقمر هاي كلها آيات آيات الله مجسدة ولها أبعاد وأما القرآن فلا آيات فيه فيه تاليات والتاليات ذكر والقرآن ذي الذكر القرآن ليس ذكر وإن فيه ذكر له قيادة يقود فعلا انظري هو قائد أمة حالياً ذا الخراب للأسف طبعاً على الخراب لأنه العيب مو من القائد صدق تماماً لأنه هذا القائد هذا قائد مخطوطة خريطة وليس قائد إنسان مشان نحط عليه اللوم هذا كلام والكلام أنت لو بدك تفهمه بوجهه متل ما أنت بتشوف الأمر إلو وجهين الكلام إلو وجهين لأنه كل شيء عبارة عن إزدواجية في هالكون العظيم اما أن تقرأه وأنت بمرآة الظلام أو تقرأه بمرآة النور فمرآة النور والظلام أنت اعكس إذا أنت عكست الأمر إذا كانت مشوّه ستظرع صورتك بالمرآة مشوهة ما بتجي بتقول يا اخي هاي المراية مجرمة انت شايف العما مصطلع بالمراية عم شوف دراكولا العما المراية دراكولا لا انت دراكولا المراية ما لا علاقة القرآن هدا مراية فكيف انت بتعكس صورتك وللأسف يعني للأسف هو مراية للثقافة الصحراوية ضحلة وهمجية والناس التبعوه كما هي الثقافة وانا بتمنى يتبعوه كما منظورك وفهمك انت لهذه المرآت يعني خلينا نقول طيب اخي تادي انا بس شكرا كتير ويا ريت تعطينا كلمة اخيرة وشو بتقول لكل اصدقائنا وشو عندك تقولون تفضل بقول انه انه الانسان الانسان اثنين انسان مو انس واحد الانسان كائن عظيم جدا جدا كائن رجوبي كائن مجهز بافضل التقنيات لانه يصل ويكون سيد هالكون فتعالوا ندور على الشيء العظيم اللي جواتنا نصل للسلام نعرف المملكة تبعنا الصغيرة نحن حاليا على مملكة صغيرة اسم الارض نعرف كيف نحل السلام فيها لحتى ننتقل لعوالم واكوان بعضها نحن لم نستنقل يعني هالعقل اللي عنا نحن ما عم نستهلك منه شيء لاننا مشتتين مشتتين وشيء فقير وشيء كذا وشيء هذا كله بسببنا نحن تعالوا نصل للسلام السلام هو ربنا ومشان هيك رضيتوا لكم الاسلام دينا لو نفهم معنى كلمة الاسلام مو هذا طج وركاع وطوبز لا هذا مو اسلام هاد عبادات وسنية ذميمة كريهة الاسلام هو السلام تعالوا هذا الدين اللي قبلنا يا اله الكون المحيط ان شاء الله نصل لانه نكون نحن اربع ان شاء الله ربي يصنعوا السلام انا اضم صوتي لصوتك وياريت كل الناس تفكر بالسلام وتفكر باطفاله ومستقبل اطفاله وتفكر بالمستقبل الرائع تقدموا الاطفاله اكتر من اللي من اللي عشناه نحن وشفناه نحن للأسف يعني من تشريد وتعزيب وقهر وفقر ومرض وتخلف للأسف يعني بتشكر كتير اخي فادي وبتشكركم اصدقائي على المتابعة واتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة واستفدنا شيء يعني اقل شيء روح المحبة روح السلام يعني اللي نسعال ونحب بعيدا على الحروب هاي شكرا لك اخي فادي الى اللقاء اصدقائي في حلقة قادمة شكرا لها الوش الحلوة يا حبيب البيازان لها الاعدة الحلوة ولكلامك الحلوة لو ما كانت لقلوب مثل بعضها ما كنا اجتمعنا ربي سلمك يا رب حبيب كل تعكيد شكرا اصدقائي الى اللقاء في حلقة قادمة الى اللقاء